موسيقى 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 سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام عليكم حياكم الله جميعا أعساكم طيبين إن شاء الله أهلا وسهلا في أعداد لسناقصة بشوف صح أخوتي في الله حدا يذكرنا بلمحة قصيرة عن شيء لحكينا بارح ملخص قصير وبصير جدا 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 فضل سيد فارس أمس اتكلمنا عن تعريف الحاسب وما هو الحاسب قلنا هو عبارة عن نتاج بشري وأخذنا لمحة بسيطة عن مكونات الحاسب الداخلية والخارجية الهارد وير الهارد وير والسيفت وير نعم وقلنا إنه هو الجزء الصلب الداخلي والخارجي اللي هو زي المعنوي مكيان المعنوي مكيان المعنوي هو السيفت وير والهارد وير صحيح اتكلمنا عن الهارد ديسك وعن سي بي يو وتكلمنا عن الرام والروم وأيضا نظام التشغيل نظام أنظمة التشغيل تمام الله يجزاك الخير يا رف سيد ملقي تفضل برضو تكلمنا عن أول حاسوب اخترع اللي هو كانت 1820 صحيح وما تم اكتماء لأن المخترع توفق صحيح وفيه برضو معلومة ثانية اللي هي البيانات داتة غير مفهومة نعم المعلومات هي بيانات تم معالجته تمام صحيح صحيح سيد عماد صحيح تاريخ الحاسب الآلة والحاسب بشكل عام حكينا عن الفيروسات وحكينا عن شو بتكون المتكون من ثلاث عناصر الحاسب الآلة حاسب عامة كل من ثلاث عناصر اللي هما وحدات ادخال وحدات معارضة وحدات اخراج صحيح وحكينا أنه لغة الحاسب الآلة أنه اللي هي واحد وصفر صحيح العد الثنائي يعتمد على لغة الآلة اللي هي صفر واحد سيد عبدالله تفضل شو الضيف تكلمنا عن سنت عن كرت الشاشة نعم من يحول المعلومات إلى صورة ضوئية صوان صورة ثابتة ومتحدة تماما سيد مروان تفضل تكلمنا عن نظام التشغيل وفي نظام مفتور نظام مخفر وعن كرت الشهر يفي كرت منفصل كرت يجي مع اللوحة طيب شو الفرق بين الكرت المنفصل والكرت اللي يجي مع اللوحة معلومة هاي يمكن معلومة ما ذكرناها هالبقاء فضاء سيد موحب الكرت المنفصل هو يكون سلوتس وعليكم السلام ورحمة الله سلوتس تكون اضافية لحسب الحاجة طيب شو الفرق الجوهري ما بين كرت الشاشة المنفصل وكرت الشاشة المستقل او المدمج في اللوحة الام الفرق الاساسي والجوهري في الذاكرة ذاكرة كرت الشاشة المنفصل تكون منفصلة بينما كرت الشاشة المدمج على اللوحة الام يأخذ ذاكرة الاظهار الخاصة به من ذاكرة المعالج يعني عندك اربع جيجا رام في الكمبيوتر يأخذ مثلا خمسمية وطنعش او واحد بيجا اصبح بامكانك استخدام فقط 3 جيجا وايت في الويندوز والبرامج واحد جيجا محجوزة مسبقا من قبل الكمبيوتر لعمليات الاظهار وبالتالي الذي يطريد حواسب تدعم الالعاب بشكل جيد والجرافيكس وتدعم برامج الرندر والتصميم 3D وال2D يجب ان يحاول ان يحصل على كرت شاشة منفصل لان له دواكر خاصة به يمكن استخدامها لا صديقي هلا في الحاسب العادي كرت الشاشة يأتي بهذا الشكل كرت الشاشة المدمج هذه اللوحات ليس بها كرت شاشة المدمج لكن يأتي هنا مثل هذا المخرج الاجيبي الازرق يأتي هنا ويكون فقط له رقاقة شريحة الكترونية على اللوحة الام ويأخذ ذاكرته من الذواكر وليس له ذاكرة مستقلة اما هذا الجهاز يوجد به معالج رسومي خاص وذاكرة خاصة يعني تشتري كرت شاشة من السوق لك هذا كرت الشاشة 1 جيجا 2 جيجا 3 جيجا هذه الذاكرة الخاصة به تمام هلا لحنا نتكلم عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي اكثر ان شاء الله سنتكلم عدد التفاصيل والجزئيات التي تهمنا عند شراء اي لابتوب او اي موبايل يعني ما شاء الله كفيتوا وفيتوا تكلمتوا الشيء اللي بدي احكيه بالضبط ما شاء الله عليكم ارجع اذكركم بمحاور الدورة سنتكلم عن الهاردوير في حياتنا بشكل عام عن الحاسوب وعن الجوال كلنا على حدة سنتكلم ايضا عن موضوع الشبكات سنتكلم ايضا عن موضوع الانترنت سنتكلم عن عنظمة حفظ البيانات وعن مواضيع الحماية وكما اتفقنا مسبقا كل يوم ان شاء الله تعالى سنتكلم عن الخمس محاور هذه لكن بسوية اعلى لن نتكلم كل يوم على حدة عن واحدة من هذه النقاط لا كل يوم سنتكلم عن الخمسة لكن بسوية اعلى واليوم ان شاء الله تعالى ان اكرمنا الله سنتدارك الشيء الذي سألتمونا عنه بعضكم قد دونتم ملاحظات فيما يخصه وسألتموني عنه ولم يسعفنا الوقت لتداركه بالنسبة للحاسوب سنتكلم اولا عن تعارف ومصطلحات وتشخيص للأعطال في اللغة الانجليزية مصطلح هام جدا اسمه التربل شوتينج التربل شوتينج هو تعقب الخطأ لا يوجد خطأ ممكن اكتشافه مباشرة يجب ان تقوم بعملية منطقية للوصول الى هذا الخطأ كل شيء في الكمبيوتر يعتمد مبدأ اللوجيكل المنطق لا يوجد شيء بلا منطق التربل شوتينج تعقب الاخطاء او تتبع الخطأ وظائف القطأ التي تحدثنا عنها البارحة نحن تكلمنا بشكل عام عن معظم هذه القطأ تكلمنا عن دور اللوحة الام وارجو من احدكم ان يقوم بتذكيرنا بدور اللوحة الام من تكرم المكونات التي تخيلك من اسمها اللوحة الرئيسية اللوحة الام المكونات التي تشمل كل شيء على اساسها تقوم كل شيء يعني الكمبيوتر هو هذا فعليا يعني هو هذا الارض التي بنيت عليها الكمبيوتر اطفالها مكوناتها اللوحة الام تحوي وحدات المعالجة وحدات التخزين المؤقتة التي هي الرام وحدات التخزين الدائمة التي هي السواقات سواء الهارد ديسك او حتى السواقات الليزرية او السواقات المرينة التي نعرفها سابقا هي الفلوبي القديم القديم كلها هذه تسمى وحدات تخزين دائمة وايضا تحوي وحدات الاخراج ادخال واخراج نعم مداخل اليو اس بي هل هي ادخال ام اخراج كليهما كليهما تماما منافذ الصوت هل هي ادخال ام اخراج ماذا عن المايك صحيح وهناك خط ايضا غير المايك اسمه اللاين ان للحصول عن الصوت داخليا دون اي تشويش يعني مباشرة دون ان يخرج الصوت الى الهواء عن طريق البفلات والمكبرات ليدخل مباشرة نقيا الى هنا لذلك تجدهم ثلاث مداخل طيب لماذا هنا ست مداخل اضافية اضافية هذا كرت الصوت يسمى خمسة نقطة واحد هذا كرت صوت خماسي يدعم خمس قنوات اثنين امام واثنين في الخلف وواحد في المؤخرة من اجل الافلام التي تدعم كروت الصوت الخمسة بواحد تحصل على صوت ثلاثي الابعاد يعني الصوت لم يعد مثل سابقا فقط يمين ويسار اصبح خمسة بواحد وسبعة بواحد ويوجد تلتاش في واحد ايضا الان يعني تقنيات عالية جدا وصوص وصفاء لم نتخيله ايضا سنتكلم بشكل سريع هذا المخرج ما هو هذا الرام من يوافقه الرأي لا لا الرام في الجنب طيب ليس الرام هذه الثلاث الرام من يوافقه الرأي لا لا اللي فوق الرام اللي فوق الرام فضل سيد سلوط لي في الرامات دي ما تتكون فيها فيه على اليمين وعليا صار واحدة تشبك الصحيح تشبك الرام ما مفت لك تسعة وتسعين فاصل تسعة في المئة تأتي الرام جنب المعالج في حالات نادرة تأتي في الاسفل لكن تسعة وتسعين فاصل تسعة هنا الرام هنا الذواكر هذه هل رأيتمها جميعا هذه الرام هذه الذواكر تماما فضل هذا أخذر الأبيض والأزرق هنا تسجلس الرام هذه ها ها هذه مداخل توسع يعني إذا أردت للكمبيوتر أن يتصل بالإنترنت من خلال كرت شبكة إضافي تضع كرت الشبكة هنا على سبيل المثال هذا الكرت مثلا هذا كرت شبكة لنفرض جدلا أن كرت الشبكة المدمج في اللوحة الإضافية في اللوحة الرئيسية أصابه أطل ما أو أنت بحاجة لأن تستخدم هذا الكمبيوتر كسيرفر تمر من خلاله البيانات أنت بحاجة إلى كرتين شبكة وليس واحد واحد إدخال واحد إخراج فنقوم بوضع كرت شبكة إضافي آخر في مداخل التوسع طبعا أي كرت يجب إضافته إلى الحاسب يجب أن يكون الحاسب مطفئ تماما لا يجوز تركيب أي قطعة على اللوحة الأم وهي تعمل باستثناء اليو اس بي والصوت داقي ما تبقى كله يجب أن يكون مغلق أيضا ممكن أن يكون في الجهاز الحاسوب يعني وظيفتين الأول الحاسوب والثاني كتلفاز بإدخال تماما بوضع كرت مشابه لهذا الكرت أكبر قليلا نضعه هنا نحصل على مداخل للتلفاز أوديو وفيديو صوت وصورة نستطيع أن نصله أضفنا وظيفة إضافية إلى الحاسب بعض الأحيان الليزز يكون حتى لما نتغل اليو اس بي هو مشتغل الحاسوب يعني بس خطره أقل مما يكون ها ها اليو اس بي هو مخرج حديث نسبيا ليس قديم هذا المخرج الحديث بإمكانك أن تزيل أي وحدة تخزين على الحاسب بعد أن تخبر الويندوز يا أيها الويندوز أنا أريد أن أزيل اليو اس بي ولذلك جنب الساعة في الويندوز تجد إشارة يو اس بي إضافة أو إزالة الأجهزة بأمان سيفتي ريموف ديوازي إذا سحبتها بشكل مفاجئ وكان الويندوز يقرأ أو يكتب عليها أما أن تضرب المخرج أو تضرب الجهاز أو تضربهما معا وحصلت مع كثير من الناس أحد أصدقائي عنده هارد اس اس دي واحد تيرا بايت ثمانه حوالي تسعمائة دولار وهو عم يكتب سحبه الهارد صار إلى القمامة تماما لا يصلح والذاتة اللي عليه راحة صلصي مع الهارد راح مني كل المعلومات فينصح دائما بأن تتبع خطوات الآن قد لا يحدث شيء ولكن قد يحدث شيء والوقاية خير منها العلاج فكل مخارج الماثر بورد ولذلك الماثر بورد دائما تكون موجودة ضمن الحاسوب داخليا يعني عندما تقوم بتركيب الحاسوب سنقوم بتطبيق عملي على تركيب الماثر بورد والقطع تجلس داخل الحاسوب وتوضع براغي ثم يوضع الغطاء لم يعد هناك عمل لك في الداخل إلا للضرورة إلا لصيانة معينة إلا لأعطال حتى بعض الناس يظن أن ترك الحاسوب مفتوح صيفا هي عملية جيدة هذا خطأ الحاسوب مصمم بيكون هناك داخله تيار هوائي مدروس بعناية يدخل من الأعلى من البورس بلاي من وحدة التغذية ويضرب إلى الأسفل ويدور ويأخذ الحرارة الناتجة عن مروحة المعالج وعن الهارد ليتردها من مكان آخر تماما بس أنت تقيم الغطاء وتتركه مفتوح أنت ضربت السيستمز ضلت الحرارة محيطة كهالة القطع الإلكترونية وحتسبب لك مشاكل في الأداء وفي عمر القطع فلا ينصح بفترك الحاسوب مفتوح خلوها ملاحظة عن كل وحدتهم عند الضرورة بتركب مروحة إضافية في الخلف مثل هذه المروحة تركب مروحة إضافية بتساعد التيار في موجة التيار مثل التيار الماء عم يصير جوات المعالج جوات الكمبيوتر جوات الكيس كاملة يجب ألا نبادر بتصرف خاطئ ونترك الكيس مفتوحا لأن ذلك يسبب ضرر أقصى الحالات للضرورة بإمكانك الاستعادة عن نظام التبريد الهوائي بنظام تبريد غازي أو سائل يوجد أنظمة تبريد في السوق جاهزة عبارة عن خزان صغير من الغاز أو السائل يوضع في الكيس ويربط على المعالج ويربط على الهارد ويربط على الذواكر بعضها ويربط على وحدة التغذية ويقوم بسحب الحرارة والتبريد مثل الكربراتير السيارة تعرفون مبرد السيارة؟ نظام التبريد نفس المبدأ تماما فهذه هي للضرورة هل الاستعمال الشخصي أو المؤسسات؟ لا استعمال شخصي يعني فيه ناس تلاقي واصل ثلاثة شاشات وعنده غرافيكس وألعاب وكلها بحجمها ستين سبعين جيجا هذا بحاجة إلى هيك أداء وفيه ناس كتير تعرفون الجيمرز صح؟ وظائف القطاع تكلمنا عن وظيفة لوحة الأم التي هي أساس الكمبيوتر المعالج هو وحدة تخزين هذا ليس المعالج هذا ما ترونه هذا المبرد يحوي المروحة المعالج أسفل منه وتلاحظون دائما بين المبرد وبين المعالج يوجد ما يسمى معجون التبريد مادة مبردة وظيفتها منع حدوث أي فراغ هوائي لأن ذلك يسبب احتباس حراري حرارة المعالج بشكل عام يجب أن لا تتجاوز الستين إلى السبعين درجة قولا واحدة الحرارة الوسطية للمعالج ما بين الأربعين والستين إذا تجاوزتها في المعالجات الحديثة يقوم الكمبيوتر تلقائيا بإطفاء نفسه هذه المادة تمنع الهواء وتنقل الحرارة من المعالج إلى المبرد لتقوم الحرارة بتشتيتها نعم أخي إبراهيم المادة اسمها معجون التبريد معجون التبريد تمنع الهواء وتنقل الحرارة من المعالج إلى المبرد لتقوم المروحة بتشتيتها فوق السبعين يصبح هناك مشكلة الجهاز إذا وصل لفوق الخمسة وثمانين يطفي من حاله لأن حرارة المية تضرب المعالج ففي المعالجات القديمة لم تكن هذه الميزة متوفرة كان المعالج يحترق وأنت ما تشعر يصير للكب فصار بس وصل لخمسة وثمانين تلقائيا ميطفي فهذا الأعداد فيك تغيره من البيوس انته فضل أخي يا عبد الله وظيفة معجون التبريد منع الفراغات الهوائية ما بين المعالج والمبرد ونقل الحرارة من المعالج إلى المبرد المعدني لتقوم المروحة بتشتيتها شايح لو دعنا هذا كل شيء بارد إذا وضعناه كله في شيء بارد يعني ممكن وضع جهاز الكتروني هكذا في الماء ويعمل لا ليس الماء مثلا لا يضره وشيء بارد يخشد في كيس مثلا كيس أو أي شيء هو يوجد نظام تبريد يعتمد على الماء مضخة مائية صغيرة تحوي ماء يذهب بأنابيب إلى هنا وتقوم الماء الباردة بسحب الحرارة ثم تذهب ساخنة ليعاد تبريدها يوجد نظام تبريد ماء للحواسب وموجود في السوق يعني ويباع على الانترنت يعني موجود مثل هذه الأفكار لكن هذا النظام التقليدي الرخيص الستاندر الشائع في بيوتنا يجب أن نعرف كيف نتعامل معه إذا أحسست أن هناك مشكلة في الكمبيوتر إذا كان الكمبيوتر أثناء إقلاعه يعطيك رسالة مفادها أن المعالج يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة الآن أصبحت تعرف ما هي درجة الحرارة وما سببها وكيف يمكنني أن أعيد صيانتها أقوم بفتح المبرد أمسح المعالج بمنذير صغير أضع قدر حبة الحمص الصغيرة من مادة التبريد من معجون التبريد وليس كمية هائلة كمية صغيرة عندما تقوم بتمدد والتوسع لوحدها تلقائيا تقوم بسد كل الفراغات هذه بالنسبة لموضوع المعالج موضوع الزواكر مبارح تكلمنا عن الزواكر ووظيفتها وأرجو من أحد الأخوة أن يذكرني لوظيفة الرام سيد سلطان أحسنت أيضا الرام هي read only memory الروم هي الروم أما الرام ما هي اختصار لماذا؟ لا 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 هي ذاكرة الكتابة فقط يعني ما فيني أقرأ منها؟ لا ذاكرة الكتابة وقراءة مع بعض اثنين طيب ليش اسمه رام؟ وحدة التخزين مؤقت وحدة التخزين مؤقت وذاكرة الوصول العشوائي الرام ونضر المعالج يحوي ميزة إضافية تمنع هذه السكرتيرة من الوصول المباشر إليه يوجد مدير مكتب للمعالج مدير مكتبه هي ذاكرة الكاش عندما تشتري معالج تسمع أحيانا لك هذا الكاش 1 ميجا كاش 2 ميجا كاش 3 ميجا كاش 2 ميجا ذاكرة الكاش هي باب المعالج تقوم الرام بتمرير هذه البيانات لذاكرة الكاش وتقوم الكاش بتمريرها للمعالج ليقوم بمعالجتها وإعادتها بوابة المعالج باب مكتب المعالج اسمها ذاكرة الكاش الخاصة بالمعالج وهي احد ميزات الكمبيوتر عند شرائه يجب النظر اليها والاهتمام بها بدقة المعالج اسمه انتل كور اي ثري مثلا ذاكرة الكاش الخاصة به مثلا تماما الليفل وان سابقا الليفل تو والليفل ثري هلأ صار في ذاكرة الكاش هي المسؤولة عن عمليات الادخال والاخراج كل ما كان عرض الباب اوسع للمعالج كل ما تمكن من اخذ كميات اكبر من البيانات واعطاء كميات اكبر من البيانات يعني في المعالج هناك عدة عوامل ترفع الاداء لا يكفي ان تكون السيارة ذات محرك جبار يجب ان تكون الدواليب ايضا مهيئة لهذه السرعة ذاكرة الكاش موجودة في المعالج موجودة ضمنيا ضمن المعالج لا تراها هي احد ميزاتك هي احد ميزات المعالج يجب النظر اليها عند شراء حاسب جديد او حتى موبايل كاش اسمها ذاكرة التسريع الكاش بقي عندنا كرت الشاشة من يعيدنا من يعيدنا الى البارحة بذكريات كرت الشاشة ايش مميزة ذاكرة الكاشية من معالج سيد فجر سواني اللغة والبرنامج بالجهاز الى الوان الضوئية الموجودة في الشاشة يحول المعلومات من اللغة الالية الى معلومات مرئية ايا كانت صورة فيديو رسومات متتابعة صور متحركة كل ما يظهر على الشاشة مسؤول عنه كرت الشاشة يحول المعلومات من؟ من شكل رقمي الى شكل مرئي كرت الصوت ما وظيفته؟ يحول المعلومات من شكل رقمي الى شكل صوتي الى ذبذبات صوتية تفهمها مكبرات الصوت وتقوم باخراجها الهارد ديسك نتذكر البارحة الهارد ديسك هذا التخزين اكثر وحدة تخزين شائعة ومشهورة ما وظيفته؟ تخزين المعلومات تخزين المعلومات هل الهارد ديسك امن؟ الهارد ديسك الى حد ما مثلا؟ هل يوجد اضرار اخرى قد تصيب الهارد ديسك؟ يتلف يتلف فيروسات تكلمنا عنها ايضا يرحمه الله يحفظ اشياء نعم يحفظ اشياء معلوماتك دائما توجد في هذا المكان نظام التشغيل موجود في هذا المكان بشكل افتراضي معلوماتك ونظام تشغيلك موجود ضمن هذا المكان امكانية سرقة المعلومات ايضا قد يضرب الهارد ديسك كيف يضرب؟ نفس المعالج او لا والله طريقة شو اسمها؟ ونضرب هذا يبسح لك في الهارد ديسك كلك على الدي والله؟ تماما هذا الهارد ديسك بسا سقط الان من يدي بيضلب خير؟ لا لا ليش؟ ممكن ممكن يضلب خير ويمكن ينضرب ليش؟ لانا مثلا الهارد ديسك سنشوفوه تماما صح لانه مثل اسطوانه وفي ابرة نعم ابرة تقرأ المعلومات مثل اسطوانه القديم صح اذا كان فيه كل تدعو على صفائح ينام ذو زرزعت الابرة هو استاذ يوسف ممكن الخالل الوحيد اللي يصيبه اذا انكسرت الابرة قد ما تنكسر الابرة ايه يعني اذا انكسرت هي الابرة الهارد ديسك من الداخل عبارة عن اقراص ويوجد رأس يقرأ قراءة وكتابة مثل القرام المسافة ما بين رأس القراءة والكتابة وسطح القرص بالمايكرو متر بالمايكرو متر تخيل كم هو حساس اذا وقع رأس القراءة والكتابة احتمال كبير جدا 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 ان يرتطم بسطح القرص اذا ارتطم بسطح القرص اما ان يضرب الرأس القراءة والكتابة اصبح كل هذا السكتور كل هذا القرص عاطل واحتمال ان يضرب المكان الذي اصابه وهذا ما يسمى ونسمعه الباد سكتور باد سكتور قطاع تاليف القطاع التالف هو قطاع الهارد ديسك يحوي قطاعات مقسمة رأس القراءة والكتابة هنا إذا أقام بضرب هذا المكان كل ما يقلع الحاسب لحي يقول لك يوجد بات سكتور على الهارد يوجد بات سكتور على الهارد والبات سكتور قد يتنامى قد يكثر قد يزداد وإذا أصاب الهارد ديسك بات سكتور بدأ عمره بالتناقص بدأ عمره بالتناقص فعليا فالهارد ديسك ليس آمن سواء كان داخليا وسواء كان خارجيا هذه الرسالة هي المسألة ليدوني عن دماجي تماما خارجي ليش مؤامن مبدأ الكتابة على الهارد ديسك ميكانيكي بحت رأس يدور رأس يدور رأس يدور رأس يدور وبالتتابعة يكتب أصفار وواحدات هذا الفرق بينه وبين هارد الاس اس دي اللي انتشر حديثا هارد الاس اس دي تفضل أخي فجر أين الأحوات أن تخزن المعلومات والبيانات في هارد ديس أو في الهواء؟ أين تقصد في الهواء؟ هو الشحابة ليس دائما من الممكن أن يكون هناك اتصال الانترنت متوفر تقول القاعدة لا تطع كل البيض بسلسلة واحدة واجعل نسخة واثنتين وثلاثة واربعة إن استطعت عن بياناتك الهامة وخصوصا إذا كانت بيانات تخص شركة، داتا بيز، معاشات، موظفين، سجلات، أمور هامة، صور عائلية تخصك، فيديوهات قم بعمل أكثر من نسخة، يعني ضع نسخة على الهارد ديسك، وجيب سي دي فاضي أو ديفي دي فاضي وانسخوا على الدي فيدي وحطهم على الهارد ديسك خارجي، وحطهم على تيب إن أمكن ما حدا عنه جهاز تيب، وإذن استطعت حطهم على الكلاود جهاز التيب هذا إشويس هذا جهاز التيب تعرفون أشرفت الفيديو القديمة؟ أيها هذا شريط الفيديو القديمة، في نسخة مشابهة إلو إلى الآن تستخدم للأرشفة في الشركات فيه ماكينة صنعها اتش بي أو ديل، هذه الماكينة توضع في قلب أقراص تيب، شغلتها الأرشفة والتخزين مثلا كل شهر بنسخوا كل بيانات السيرفر والموظفين والشركة والبنك إلى هذه التيب تقوم بعلبة غالية نسبية، يستخدم في البحوث العلمية وفي دوائر الدولة، صحيح، تفضل ما هي الذاكرة الأكثر أمانة يعني لحفظ المعلومات؟ لا يوجد في التكنولوجيا أمان، قاعدة مطلقة، في التكنولوجيا لا يوجد أمان، الحيطة واجبة أدنى خلل يروح لك، أقول أي خلل ممكن يعني تدفع لأنه بالنهاية إذا كان البشر يخطئ، فالجهاز لا يخطئ كبرى الشركات في العالم يصبح لديها أخطاء ومشاكل فعلى مستوى شخصي أكيد قد تصاب بالمشاكل عندك وقد تخسر داتا وقد تخسر بيانات فلا تترك نفسك عرضة للاحتمالات دائما ضع أكثر من طريق وقم بسد الثغرات، يعني هذا الهارد ديسك ليس مجرد إن سقط سيتلف قم بتقرير مغناطيس منه سيتلف ضعه في الشمس يتلف، في جو حار ثم جو بارد يتلف حتى تحرك اللاب توب طريقة عشوة حتى إذا حركته هكذا بقوة يتلف طبعا احتمالات، كلها احتمالات، يعني قد تحركه عشر مرات لا يتلف في الإدعاش يتلف كل احتمالات ففي التكنولوجيا دائما أنت لست آمن لا يوجد أمان ثقة لا يوجد ثقة دائما احترسوا من الناس بسوء الظن احترس من التكنولوجيا بإساءة الظن بها دائما اقول أنا بركي هارد ديسك تبعين ضراب بركي موبايل ضاع بركي فلاش تنضرب بركي حسابي على كلاود انسرق كل قد يصير فإنه يصيروا كلها بمجموع سوية احتمال بعيد بس واحد منهم يصير احتمال قريب جدا صح فخلي نفسك دائما في موضع أمان ولا تأمن بالتكنولوجيا أنا صلي خمستعشر عام وأكثر بقول لكل الناس لا تأمن بالتكنولوجيا ليس لها أمان مثل الحية تخونك في أي لحظة وعند حاجتك إليها بس تحتاج البيانات تلاقي الهارد مضرب لك هلأ وقته تلاقي عجد هلأ يضرب بأكثر أوقات بتحتاجها وعن تجربة صحيحة يعني نحن حنأجل تركيب الحاسد إلا بس نهاية الدرس إذا تكرمتم إذا ما عنكم مشكلة أنظمة التشغيل وأنواعها مبارح تكلمنا لمحة بسيطة عن أنظمة التشغيل حد يذكرنا فيها بصراحة أنظمة التشغيل أكثر من أن تعد يوجد أنظمة تشغيل كثيرة لكن لم تنتشر وبعضها مستخدم الآن بوجل تقوم بإنشاء نظام تشغيل يعتمد على عدم وجود هارد ديسك لديك إطلاقاً كل حياتك مبنية على خط الإنترنت يعني في الإنترنت يخصصوا لك كومبيوتر وعليه هارد ونظام تشغيل وأنت من الإنترنت توصلوا من البيت من المكتب من السيارة من الطريق كومبيوترك يلحقك وين ما تروح حياتك بيدهم حياتك بيدهم تماماً كانت تجربة في ديل السباقة عالمياً هو نظام تشغيل صغير جداً في الانفيرام بدون هارد ديسك تشعل كومبيوتر يطلع إنكس هو إنكس مصغر نظام تشغيل بدون هارد ديسك هذا النظام موجود في لوحات الأم أزوس منذ حوالي العشر سنوات أنا شفته قاعدة ربارة عن مظام تشغيل بسيط محطوط على ذاكرة بسيطة الهدف منه فتح إنترنت تشغيل موسيقى والنظر إلى ملفاتك في الحاسب وإدارتها فقط سنتكلم عليها بعض قليل في فقرة عنظمية التخزين حدا عندك سؤال تفضل أخي مقولاً في هارد ديسك مرة علي هارد ديسك إكستير من الخارجي بتحفظ عليه البيانات وبتعمله باسوارد في الانترنت وتخليه في البيت أو في أي حتة أي مكان مشاهدته بتفتح عن طريقناً؟ أيضاً هذا جزء من موضوع تخزين البيانات لحنا نتكلم عنه عن وحدات التخزين الشبكية القابلة للوصول البعيد أيضاً سنتكلم عن هذه الفكرة لأنه أكيد لا حتفيدكم بحياتكم العملية على مستوى شخصي وعلى مستوى شركات حدا عنده سؤال أيضاً؟ شكراً حدا عنده تجربة حابب يحكي لنا ياها استفسار لا تخجلوا وإحكوا كل شيء بقلبكم كل ما يخص التكنولوجيا من إشارات تعجب واستفهم وطرحوها فضل أخي محمد يلا أحيانا في بعض المقاطع أو الصور في الهارد ديسك تجيك زي التالف كذا صحيح وكانت شغالة معك أمس ولذلك علم أنه ما تم تحريك الجهاز ولا تم أي شيء السبب أنه الهارد ديسك أخطأ بشكل ما وكتب فوق هذا الملف يعني فعلياً لحوارجيك تجربة بسيطة في الهارد ديسك شيء يسمى الفات تيبل جدول الفات فايل ألوكيشن تيبل جدول توضع الملفات في جدول توضع الملفات كيف يصل الهارد ديسك إلى أي معلومة أكيد ما بيروح بيدور عليها بكل لحظة أنت بتطلبها أنت بتطلب فيديو حجمه 1 جيجا بايت ما لاح يروح يدور على 1 جيجا بايت بنفس اللحظة اللي أنت بتطلبه الهارد ديسك عنده دفتر عنوين عنده أجندة في جيبه هذا دفتر العناوين يعرف أنه القطاع رقم كذا من السكتور رقم كذا من 1 إلى مثلاً 10 موجود في الملف الفلاني موجود من 11 إلى مثلاً 16 الملف الفلاني موجود من 17 إلى 20 تكملت الملف الفلاني عندما تقوم بحث البيانات ما الذي يحدث؟ ارتيب انا عندي صورة على الموبايل على الفلاشة على الكمبيوتر شيفت ديليت وليس ديليت شيفت وديليت يعني حذف نهائي تماماً حتى لا تبقى فيه ريسايكل لأن وجوده في الرسايكل تعني أنه لساتة موجودة لكن ذهبت إلى سكتور مخصص للريسايكل ألي في النفايات يعتبرونه في الجهاز بلا لا يزال في الجهاز طيب لما أحذف شيفتو ديليت هل لا يزال في الجهاز؟ هل لا يزال في الجهاز؟ في الجهاز موجود نعم من يقول لا.asına نعم. نعم. من يقول نعم. ذهب ام لم يذهب؟ ذهب بشكل ذهب ولم يعود لم يذهب ذهب أم لا طيب ذهب أم لم يذهب لم يذهب نصف ذهب لم يذهب ذهب ولم يذهب الأصل أنه لم يذهب لأنه في ناس كثير بعد ما تحذف ومثلا بعض الجهاز وغيره يقدر استعيد ولم يسعى بشكل هاي لكن يبقى في الجهاز هذا دليت فقط لم يذهب إذا شفت دليت يعني أقل لك ذهب تسعين بالمئة لكن ترجعوا ببرنامج الاستعادة طيب ذهب أم لا لم يذهب له أثر له أثى لم يذهب ما تدري أو ذهب عن عيوننا لكنه موجود فينا نعم ذهب ولم يذهب من يعرف أنه لم يذهب أصبحت بيت من الشعر يذهب بجليلا حاولت أن أبحث لم أجد شيئا منه إما في سالله وكل شيء ذهب أم لا أغلبية الإجابات لم يذهب ليش عنكم شكوك أنه ما راح طيب أنا عمت له شفتو دليت تخيل برامج تسترجع طيب في برامج تسترجع شو هي البرامج وشو بتساوي ان دليت ريكوفري ماي فايل تمام باركشن ريكوفري الكثير جدا من البرامج ريكيوفا هاي البرامج كيف عم تلاقي الفايلات وأنا عم فوت بإيدي على الهارديسك مالائية لأنها تدخل إلى الملفات في نظام التشغيل في مكان يرمى فيه مثل مثلا المقبرة في العظام فهي ترجع إلى العظام وتعود تبنيها من جديد لا مو إلى هذا الدرجة من أي فلم من أي فلم صحيح ممكن مرات بهذا النظام أنك تعيد المعلومات في فولدرز يرجعون لكن ما تقدر تشغيل لا لي ولا حاجة تكون مضروضة بفهم بسيطة بيعملوا زي البيانات التي تتكلم عنها الآن إن الفايل الأول من 16 والفايل الثاني من كده فبعيد تكتب البيانات دي مرة تانية بيقول لي ورجع البيانات الأولى فبترجع البيانات زي ما كانت ترجع الصوت يعني هل إذا عملنا حذف لملافه وعملت كنترول زيت ترجع لا ترجع مبدأ التراجع بصراحة أي برنامج أي برنامج على الإطلاق وحتى اليوزر يريد أن يقرأ ملف على الهارد ديسك كيف يقرأوه؟ بيجي لهذا العمود بيجي لهذا العمود بيجي لهذا العمود بيجي لهذا العمود هون نوع الملفات والامتداد ما هو الامتداد بالمناسبة؟ ذاتية يعني ما هو الامتداد الاكستنشن في أسماء الملفات ما هي؟ هذه أيضا من المفاهيم التي يجب أن نعرفها يعني الصورة ما التي يجعلها صورة؟ لماذا هي صورة ليست فيديو؟ الصيغة الصيغة بنيتها صورة واللي بيفهم الكمبيوتر والهارد ديسك إنها صورة شو؟ الاكستنشن الاكستنشن بتيترين احيانا تكون محرفين مثل الـ Data Base مثلا احيانا تكون من اربعة لكن العام الغالب مثل الاشهار MP3 سورة B4 جي بي جي جي بي جي هذا صورة ويف بي أس دي بي أس دي هي لوحك معروفة للجميع بي أس دي ما هي؟ بي أس دي على الفوتوشوب لاحقتي الفوتوشوب طبعاً له أكثر من لاحقه مين بيعطيني لواحق أيضاً؟ مبي جي الصورة المتحركة جي بي جي مثل ما ذكر الأخ جي آي في جي آي في صح لاحقه ملف بي دي اف ليش يقولوا ملف بي دي اف لأنه لاحقته بي دي اف نوعه بي دي اف هناك عشرات الآلاف من اللواحق دي او سي والدي او سي اكس صحيح تمام طيب أنا لح أعطيكم تطبيق سريع يفهمكم أنواع اللواحق وأحياناً بعد إذنكم أحياناً تواجهني بعض اللواحق اللي ما بعرف افتحها بطلع لي ملف بالويندوز غير مفهوم بحاولك بس عليه كابستين بيقل لي شو البرنامج اللي حابب تفتح فيه ما بعرف بقل له بحث عن البرنامج كمان ما بيلاقيه لأنه الويندوز في بعض الأمور غبي غبي قولاً واحد مايكروسوفت تقول لك جاري البحث عن حل المشكلة وتقصى عيدك زي تلاقي شيء تدور مصرها على الفاضي فما تلاقي ذي صاحبه ذي صاحبه نعم هاي أحد نتائج أنه هنن مو أوبن سورس مايكروسوفت ليست أوبن سورس نحنا تكلمنا عن أوبن سورس عن مفتوح المصدر يعني أدما كانت مايكروسوفت عبقرية ما لاح تكون عبقرية بقدر مبرمجي العالم كاملين لما يجتمعوا على أمر معين اللي يطوروا فيه صح؟ صح تمام شاء الله يكون في إنترنت ستورجيكم أستاذ ميني أنظمة تشغيلة تنصح بيها يعني اللي ترى أنه مناسب آيو اس أنا مؤخراً ديتني من الآيو اس ديتني نفكر أني أدخل عالم الآيو اس أنا أنصحك مو بالآيو اس أنصحك باللينو سأعطيكم مثال على مينو يال آيو اس في موقع اسمه فايل اكس تي ايش اسم الموقع يا سيد يوسف لا شكراً لا أريد هير أنا لححاول مرئ لكم بعض المواقع المفيدة والأشياء الهامة اللي يكفيكم بحياتكم ايوة إذا تعرضت لموقف أنك بحاجة لتفتح ملف معين وما فتح عنده كيف ذلك تعرف هذا الملف كيف يفتح تروع سبيل المثال على موقع اسمه فايل اكس تي فايل اكس تي بتقل له له الموقع أنا بدي افتح ملف لاحقته بعد اللواحة اللي ما تشتغل أروح لهذا الموقع تماماً بدي قل له أنا بدي افتح ملف دي او سي اكس ليه عصر فحيبحث لي بالدي او سي اكس هذه اللاحقة الخاصة بالورد حينصحني بشو افتحها هاي الرسالة لما تكونوا شايفينها يوم ما بروع النتيجة الاولى اللي لاحقة الدي او سي اكس هي لاحقة مايكروسوفت اوفيس وبين اكس ام ايل فايل فورمات يعني تفتح بماذا مايكروسوفت اوفيس بالاوفيس 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 لانه تنسيقه اكس ام ايل فهو يشوفه اكس ام ايل وحاطط لك بعض الملاحظات فقد تواجهك هون اسم البرنامج المنصح به بداية شو هو الورد يعني هذه اللاحقة تفتح بواسطة برنامج الورد تمام هي احد المرامج او المواقع المفيدة اذا اتكرمتوا الدونوة عنكم انا كنت مرات افتح الملف واجرب اغير له سياغة الفر يفتحوا بالفتوشوف افتحوا باي شي حتى يمشي الحال لانه بنيته لهذا الملف قد ما تكون صورة صح يعني جيب صورة وتحط له لاحقة ام بي ثري وشغلها بمشغل ام بي ثري تفتح ما يشتغل ما تفتح ما تشتغل افضل عبدالله تمام هذا الموقع اسمه فايل اكس تي انا عندي مشكلة ايوه اقرب اقرب هيك احسن الصورة ايوه اشوف شجر عندنا تمام فايل اكس تي هذا الموقع لمعرفة كل اي برنامج لفتح اي لاحقة يعني عندك لاحقة مجهولة احضرت سي دي معين من مكتبة من مكان معين نزلت ملف من الانترنت لم تعرف ما هذه اللاحقة اللاحقة يعني صيغة اللاحقة هي الصيغة او هي التوسع او هي الانترنت بالمناسبة كيف اعرف اللاحقة طبعي الملف ان اذا رحت هون مسلا الى دي درايف عندي طريقة ديتلز تماما هي لاح انشئ ملف هذا ملف الورد لح سميه يوسف على سبيل المثال هذا الملف اذا طلعت عليه في الخصائص تابعه لاحق اللي لاحقته دي او سي اكس في الخصائص طيب كيف فيني اظهره ضمن الويندوز لا اعرف دائما انه هذا الويندوز هذا الملف شو لاحقته روح على view على option ادارة المجلد view لاقي في خيار بالويندوز اسمه hide extension for noun file types كشفوا لا تخبيعه بس فعلا شو صار يطلع يوسف dot docx طيب اذا انت لهي docx شو بيصير هذا الفايل اصبح ملف غير معروف لاني حزفت اللاحقة لكن بنيتو لا تزال word لا تزال word يعني هلا اذا بفتحه لحقيل لي الويندوز شو البرنامج اللي حابب تفتحه فيه انا ما تعرفت عليه لهذا الفايل انا بجرب انزل ما بلاقي في word اذا لقيت word ما لقيت بروح هون بدور بلو فتحه بال word فتح ليه بشكل طبيعي بكتف فيه اي بنيانات بسيفها بسكر برجع بفتح هذا الملف كمان بيسألني لانه كمان ما عط عرفان ما عط معه شهادة تعريف ما عط معه هوية هذا الملف ولذلك ما عم يعرفه فيه طريقة اخرى انا كنت افتح الملف وافتحه بال word شلو وبعدين يغير نظام يعني تفتح ال word وتقول له فتح تروح عند الملف وتاخده لا في اللائحة اللي اظهرتها الان يمكن هاي اللائحة ايو لا ما افتحها لا لا افتحها بال زر يمي ايوة ملفة يعني هي نفس الخيار صارت افتراضية لانه بدون اسم اما لما يكون اسم الو لاحقة تصير فيك تعمل هيك صح متل ما تفضلت فيك تقول له هون بس في مرة فيك تقول له open with صحيح وتختار من هون لا مرة انا كنت ادخل واكتب اللاحقة وانا فين هون اكتب اللاحقة اما انا هلا كتبت رجعت كتبت اه كتبت ايه طبعا بس انا عم ارجيك مثال عن اللواحق انا هون فيني ارجع له دي او سي اكس رجع اشتغل ما عاد يسألني كل ما بدا يشغله منها صار يعرفه والداتا اللي سيفت بقلبه لا تجال محفوظة فمنرجع لموضوع حس في الملفات والشباب اللي يصوتوا انه بتذهب ولا ما بتذهب فعليا اي برنامج تريد انت انت تفتحه تروح هذا البرنامج بيسأل الهارد ديسك الهارد ديسك بيطلع على لاحق الملف وعلى اسمه بيقول له انا بدي الصورة الفلانية اللي التقطة بالتاريخ الفلاني اللي اسمه يوسف ضد جي بي جي بيروح هو بيدور انه موجودة من السكتور واحد للسكتور عشرة بيعمل عملية قراءة وبمرأة للبورد تبع الهارد للكاش تبع الهارد وبيطالع ليها عبارة عن ملف نصي وانا بدي اراها على الشاشة طيب لما احذف هذا الملف عفوا لما قوم بيحذف هذا الملف هو بس بيحذف مكانه يعني مرآب في سيارات كل سيارة وين واقفة في العنوان طيب بس يجي صاحب السيارة وبدو يطلع الموظف بيشطب عنوان السيارة لكن مو بالضرورة دغري تطلع السيارة ان كل سيارة لا تزال بس يدق واحد تاني يقول له عندك مكان فارغ يقول له ايه وين يطلع مكان السيارة اللي راحت قبل خمس دقائق وين بيروح بيشوف هذا الانسان لساته موجود بس لازم يروح طيب واذا ما راح فعليا موجود بيقول له لهذا اللي اجاه استنى دقيقة لح تكتب مكانه لح تقعد مكانه فهذا الفايل فعليا موجود على سطح الهارت لم يحذف بالشيفت ديليت لم يحذف لكن في حال اجى للهارت ديسك اي ملف جديد اخر وبدو يكتب يطلع على اول شاغر هون مين اول شاغر السيكتور من واحد لعشرة كتب فوقه انضرب الملف ولذلك عندما تقوم بحذف اي بيانات خطأ لا تعمل شي على الهارت ديسك اطلاقا لا عب تكتب بيانات اطلاقا توقف عن استعمال الكمبيوتر بعدين بتستعمل برنامج استعادة ملفات وبتستعيده برنامج استعادة ملفات فيه برامج كثيرة جدا فيه فري وفيه مأجور برامج استعادة الملفات بتختلف عن البرامج العادية انه ما بتقرأ بهذا المكان بتقرأ بهذا المكان مباشرة ما بيروح بيسأل الهارت ديسك بيروح مباشرة على المرآب وبيدور بيروح على المرآب وبيدور وبيجيب لك المعلومة قد يجيبه مضروبة قد يجيبه مضروبة نصة قد يجيبه موجودة بغير اسم قد يجيبه موجودة بغير لاحقة حظ لكن غالبا ان حذفت البيانات وتتعرض كتير ناس لهيك مواقف انه انحذفت بياناتي بالغلط اول شي تعمله تتوقف عن استعمال الهارت ديسك يفضل تحط الهارت ديسك على كمبيوتر اخر وبتنزل على هذا الكمبيوتر الاخر على الويندوز عليه خصوصي اذا حذفت ملفاتك من الويندوز وليس من الدي اذا حذفت من السي لا تعمل شي على الويندوز وبتنزل برنامج استعادة ملفات فري ايا كان وبتستعد ملفاتك من هذا البرنامج باذن الله ترجع بدون اي مشاكل واي مشكلة بتتعرض لها دائما اسأل جوجل الحاج جوجل مستعد يجاوكم على اي سؤال بالمجان شيخ افضل في هذا المطابق ذات هل تنطبق في الجوالات استعادة الملفات نفس الطريقة نفس الطريقة نفس المبدأ عناوين تحذف لكن الملفات لا تحذف ولذلك ولذلك انت انت اذا قررت تبيع لابتوبك او كمبيوترك او جوالك انت تفوت تعمل تحديد لكل حذف وتسلمه للبيع بياناتك بخطر بياناتك بيقدر يستعيدها بدقيقتين فهي ممتوح ذف فعلية كيف نحنا نحذفها في طريقتين طريقة يحذف كل ملفات وشغل انفدي وخلي جوال مشهون هاي رقم واحد يعني يكتب فوق الملفات الاديمة من ضربة طريقة تانية المبدأ واحد عفوا كيف يعني يعني حتى في الجوال لما تحذف صورة او فيديو لتقطه وتروح تعطيها لرفي اك رفي اك بيقدر يستعيدها نعم هذي تمام كيف فيني احذفهم الحذف بطريقتين اما باستخدم برامج حذف امنة برامج حذف امنة سيكلينار مثلا لا السيكلينار لا السيكلينار مو شغلته يحذف ملفات بشكل امن في برنامج اسمه سجلوا عنكم اسمه فايد شيرد فايد شريدر شريدر الالة الشريدر التعرف هو اللي تحط بقلب الوسائق سنزقهم تماما مبدأ ونفس المبدأ هذا الفايد هذا البرنامج فري يقوم بحذف الملفات نهائيا ممكن تقبلها للصورة السيد يوسف يعني ما يمكن يسترجعها اطلاقا حتى المختصين حتى المختصين لانه هذا البرنامج بس تنزله عنده اكتر من خوارزمية وطريقة لحذف الملفات اول طريقة حذف امن تماما من سطح الهارت تاني طريقة بيضرب الملف قبل ما يحذفه تالت طريقة ما يخليه مجال يعني لو يكون اكبر مختص ما يقدر يرجع والفكرة من هذا البرنامج انه الحذف انت انما تحذف صورة قديش تستغرق معك حذف ثانية لكن هذا البرنامج ليحذف صورة قد ياخد عشر دقائق ليحذفها تماما يعني انت لما تحذف فعليا ما حذف كسرها كسرها دمرها دماغ دمرها وقضى عليها وعلى النسل تبعها اغليها 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 عارف هذا البرنامج يستنزل في الجوال نعم موجود نسخ منه في الجوال اعمال سيرش على اي شي اسمه عندي رجال عاني نعم تاخذ مساحة من الهاتف لا ما بتاخذ مساحة من الهاتف بس تحذفها مكانها تحرر هي موجودة صح لكن مكانها تحرر وبأي برنامج كلين للكاش والهيستوري لا قصد لا في شي تمبران في شي تمبران في شي تمبران التمبراري شو هو هي هي الملفات المؤقتة اها يعني هي مثل انت حطيت رجلك في مكان لبما تحط الاخر ضل اليك اسر دعسة بحاجة لتنظيف هاي ملفات التمبراري لحتتتعلمها ونمرع عليها بموضوع صيانة الويندوز والاهتمام فيه انظمة التشغيل وانواعها ويندوز سيرفر حتى تسمع بشي اسمه ويندوز سيرفر سيرفر ويندوز سيرفر وليس ويندوز اكس بي او ويندوز سيفن او ويندوز ايت او ويندوز تين الويندوز سيرفر هو ويندوز خاص من مايكروسوفت لينصب على السيرفرات تعال مؤسسات تماما هو ويندوز سيرفر ماذا تعني كلمة سيرفر هو مخدم جدنا طريقة واحدة في الحزب الطريقة التانية الطريقة الاولى هي البرنامج بهذا البرنامج الطريقة التانية مثل ما قال اخونا ترجع بالتملي داتا تملأ داتا مكانه يعني انت حضرت ملف مئة ميجا ارجع اكتوب محله واحد جيجا اكيد مسح اكيد غطى عرفت يعني عندك بقعة صغيرة في الارض حت سجادة اكبر وخلاص هذا المبدأ نرجع لفكرة ويندوز سيرفر ما الفرق بين الويندوز العادي والويندوز سيرفر ويندوز سيرفر صدى الاخي معاصر هو يعني الويندوز العادي بالنسبة للمستخدمين في البيوت وكذا صح يقضي الغرض صح لكن الويندوز سيرفر هو اكثر والله بالعربية صعب اكثر قوة اكثر ثبات هو ويندوز مخصص ليكون سيرفر ليكون مخدم ليقدم خدمات لعملاء ليقدم خدمات لكلاينت لاطراف على شبكة عنده طقس شعابي اكبر تماما هو ويندوز بتلاقي رسوماته تعيسة جدا منظره قبيح لكن هو ويندوز قوي مصمم ليعمل سنوات متتالية دون ان ينطفئ طبعا هذا الشيء عند مايكروسوف غير موجود انت بتعرف يعني اللينوكس لما نتكلم عن اللينوكس عندهم هاي السبات وعندهم هاي القابلية انه يكون عندهم نظام تشغيل طب انا عم بسمع كتير لينوكس واسمع كتير اي او اس شلون بدي جربوه انت حابل تتعلم عن نظام تشغيل اخر صح طيب بتفوت على الانترنت وبتتسأل او بتبحث عن شيء اسمه ويندوز اوبنتو او ويندوز مينت او ويندوز سنت او اس كيف انا بدي نصبه على الكمبيوتر بنصبه على الكمبيوتر من خلال التقنية اللي احنا نحكي عنا هون اسمه ميزة هذا مصطلح تقني جديد ظهر في الاوينة الاخيرة يعني الوهمية الوهمية ايش اسمه بيرتوال بيرتواليزاشن الوهمية بيرتوال بيرتواليزاشن بيرتواليزاشن صدل اخوة بالنسبة لنظام تشغيل اذا مثلا الشباب عاوزيني يشتغلوا بنظام تشغيل مغير مايكروسوفت ويجربوا مثلا اونيكس في سي دي لايف لايف يوبنتو تشتغل بدون هارد ديسك تعملوا في لكتر ويشتغل وتشتغل على النظام تشغيل الكل يعني بدون ما تحنستعلي بدون ما تشغيل ميزة متشرت حديثا وتعني الوهمية يعني انت لما يكون عندك كومبيوتر هذا الكمبيوتر كم نظام تشغيل يتسع واحد كم نظام تشغيل يتسع الكمبيوتر ممكن اثنين كم نظام تشغيل يتسع منطقياً أنت بتصورك كم نظام تشغيل ممكن أن أنصب على كمبيوتر واحد عشرة بدون ميزة واحد أو اثنين خليني نقول ثلاثة لكن الكمبيوتر بيكون عم يموت وينازع بدون هذه الميزة أما ميزة هي ميزة التقطيع هذا الكمبيوتر فين يحوله إلى عشر كمبيوترات فبنزل عليه أحد برامج واشهرها الموير 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 عوري برنامج الموير 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 واشنعمل عليه تجربة عملية وحنخرج إن شاء الله من الدورة بقابلية أنه أنت تستطيع بإيدك تنزل ويندوز على في ام وير هذا الجهاز اللي عندك هذا الجهاز اللي عندك ضمن الويندوز كأنك عم تنصب أوفيس كأنك عم تنصب جيت أوديو كأنك عم تنصب برنامج مبلاير كأنك عم تنصب أي برنامج بتنصب برنامج اسمه الـ VMWare تماماً هيكون في لك انتكرم أضعاف الإيمان لأنه حيفيدنا بمواقع بأمور عديدة يعني شاء الله يستفيده لأنه حيفيدنا بأكثر من موضوع حنحكيها بنهاية بموضوع الحماية لحتى يحميك الـ VMWare بس تنزله بتقول له أنا حابب إنشئ ويندوز أعطيه 10 جيجا هارد وأعطيه من البروسيسور 2 كور وأعطيه 1 جيجا رام وأعطيه سواقة وأعطيه لفلوبي وأعطيه كرت شبكة فبينشئ لك ويندوز وهمي ويندوز داخل نافذة هذا الويندوز بقلبه إبدأ ونوحة تحكم وجهاز الكمبيوتر وسلة محذوفة ويندوز كامل تماماً 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 هو عبارة عن ملف وهمي تأخذ هذا الملف بتحطه على كمبيوتر آخر بتشغله كل إعداداتك وملفاتك وأمورك الشخصية موجودة يعني باسم مستخدم وكلمة مرور كل شيء كل شيء كل شيء ضمن نافذة هل تنهد عمل بو في الكبشات؟ لك نافذة نافذة يعني سيد يوسف سيد يوسف نعم هل هو داخل الجهاز ولا سحابة؟ لا هو داخل الجهاز هو داخل الجهاز وهمي وهمي ليس حقيقي هو ملف ملف هو بالنهاية ملف ملف انت بتحط بقلبه ويندوز يعني صار فيك تصنع شبكة ما بين كمبيوتر الخارجي وكمبيوتر الداخلي سيد عطينا الصورة ايزو لحنا اخد ايزو والنصر بملف ان شاء الله الدرس القادم اولي بعده يعني هذا يمكن نحط عليه ايزو تحط عليه ايزو والايزو ما هي الايزو للشباب اللي ما بيعرفو؟ هي لاحقة الملفات بالنسبة للسيديات يعني السيدي تفتح منه مواقع وبتنزل منه اللي بتدفع كمبيوتر كامل كأنه حقيقي شاشة داخلية كيبورد وماوس وواحد تحكم وابداء وتشغيل وايقاف وكل شيء البي ام وي هذا اعتبر تقيع للجهاز يعني لو نعتبره مرتشينات نفس الجهاز لا هو برنامج بيسمح لك تقسم المعالج وتقسم الهارد وتقسم الرام وتقسم كرت الشاشة وتقسم كرت الشبكة لتقسم الموارد بين اكتر من جهاز فانت اذا عندك شركة فيك تشتري سيرفر واحد وهذا السيرفر واحد بحق عليه عشر سيرفرات عشر سيرفرات قولا واحدة بتوفر طاقة وبتوفر امان وبتوفر استفادة يعني ما في داعي ان يكون عندي عشر سيرفرات سيرفر واحد فقط هذا السيرفر عليه كل بيانات يتفضل اخي عبدالله الايزو ايش هو لاحقة الملفات الائزو اذا عندك سي دي ويندوز بدك تنسخه. شلون بتنسخه? سي دي ويندوز. نفس النبار. بدك تنسخه. شلون بتنسخه? اكيد ما لح تعمل له نسخ لصق. لانه سي دي الويندوز اذا بتعمل له نسخ لصق وبتروح حطه ع سي دي تاني تحطه على كمبيوتر ما بيخرج. بالنيرو. بالنيرو. كيف عم ننسخه? عم ينسخه كائزو. عم ينسخه كصورة. فانت اما بتحوله لملف ايزو. لح نعمل تطبيق عمل عليه اذا بتحبه. ونحوله لا ايزو. نحطه على الهارد ديس ومنرجع بننسخه. او بتقله للكمبيوتر الوهمي ايها الكمبيوتر الوهمي خد هذا الايزو. اعتبره سواقة ونزلي منا نظام. فبتنظن نظام تشغيل من ملف الايزو. هاي ميزة الفيرش والايزيش اللي اح نحكي على فائدة اخرى هلأ بتفيدنا بموضوع تجربة الملفات والحماية من الفيروسات. هاي التجربة بتفيدنا. انا بس اصنع ويندوز وهمي. هذا الويندوز الوهمي فيني بقلبه طبق اللي بديه. بجيب ملف فيروس. وبجيب برامج مسمومة. وبجيب العاب ضارة. وبجيب ملفات مشبوهة ما بعرفها. وكلها بنفذها بقلبه. وخليه يخرب. فيني اعمله دليل وانشل واحد تاني. دقيقة. فيني اعمله استعادة لورك. فيني اعمله مليون حل. فانت ازا خايف من مسلا شيء ينفجر بايدك وتجربه بمكان معزول عشان تحمي نفسك. هذا الويندوز هذا الويندوز هو ويندوز معزول. هو عبارة عن صندوق رملي بيسموه ساند بوكس. الصندوق الرونل. بيرتوال. حكينا على اول برنامج اسمه في برنامج اخر اسمه الفيرتوال بوكس. بيرتوال بوكس. نعم. قديم والى الان يتطور شغل اوراكل. كيف كيف كيف? هذا برنامج. بيرتوال بوكس. اكتبها بالعربي ما في مشكلة. بس خلي عندك فكرة انه في برنامج بيقدي هيك وظيفة. عندما اريد شراء كومبيوتر. هاي مهمة جدا هذه النقطة. عندما تريد شراء حاسب. ازا انت حضرتك بتكتشتري حاسب. شو او شي بتنظر له? الرام. انا دايما انا. تنظر للرام. انا سي بيو. او الحاجة انظر انظر للسي بيو. سي بيو. الكاش. الكاش. الرام. الرام. الهار ديسك. تمام. الشاشة. اذا كنت عزا لعب جيمل. سنشوف غرافيك كار. تمام. خضت. حاجتي انا. انا ايش? طالب او انا ديسين غرافر او ماذا اشتغل بهذا الجهاز? احسنت. اذا اعرف ماذا حاجتي فاشتري الجهاز حسب المواصفات والحاجات الذي سوف استعمل لك. احسنت. احسنت. خضت سيد. انا انظر لك. يوميا لايه. احسنت. ايش? يوميا بدك تتطبح وتتمسى بوشي اللي في الكمبيوتر. لازم يكون وشيه جميل يعني. منظره جميل. الله تنظر الى راما. يوميا راما. الله يعطيك العباء عليك. ما شاء الله عليك. اه دلوشتون انت اذا الابتوب احمر اه اخبار ابياب. كل واحد قلو معاييره. ايه. ثم انظر الى راما لا اي شي. اول منظر ثم راما. كرت الصوت. حينما ماذا كرت الصوت? هل كرت الصوت هو مرحلة جدا متأخرة بالنسبة للمواصفة. انا اول شي بدي اشتري لابتوب. بقول انا من هذا اللابتوب شو بدي اشتغل عليه. متل ما اتفضل. هل بدي اشتغل العاب. بدي اشتغل بس مجرد انترنت ووفيس. بدي اشتغلي غرافيك. اوتو كاد. بري دي ماكس. فوتوشوب. داتا بيز. اوراكل. انا شو بدي احتستخدمه. افضل. اول حاجة اشوف سرعة سي بيو. الكاش. كان في منكور. اشوف الرامات والهارد ديسك. احسن. لما بدي اشتغل انا على كومبيوتر. اذا كان بدي اشتغل عليه داتا بيز. فلا يهمني ابدا موضوع الجرافيك. شغلي عبارة عن شجرة بروسس كام اللي بدي اشتغل معها. فبيهمني الرام. وبيهمني الهارد ديسك وبيهمني الالعاب. لما بديكون انا جرافيك ديزاينار. عم صمم سري دي ماكس. عم بعمل عملية رندرينج. عمليات الرندرينج على سبيل المثال تستغلق عشر ساعات. يعني انت بترسم الرسمة كاملة. بس تعطي زر الرندر بتروح بتنام تستنى عشر ساعات عشرين ساعة. وممكن عشر ساعات ما تكفي. وممكن ما تكفي. فكل ما كان الكمبيوتر اداء اعلى ومواصفات اكبر بالتعاون ما بين الرام والمعالج وكارت الشاشة تخلص بزمن اقل. يعني عمليات الرندر وبيعرفوها اصحاب الجرافيكس متعبة جدا للكمبيوتر. فلازم يكون الكمبيوتر جبار. مثل المقدار يعني. ما كنت الجبار بنسبة مع الجرافيكس. صح. فضل اخي. هل مثلا اه بين يدينا جهاز جهازين. نعم. نفس المواصفات. لكن الشركة تختلف. نعم. واحد هذا وواحد اليف والواحد والواحد باء. نعم. هل اه بينهما اختلاف في الجودة? سؤال جوهري جدا جدا جدا. معالج كور اي سيفين. رام اثمانة جيجا بايت. هارد ديسك واحد تيرابايت. كرت شاشة واحد تيرابايت. واحد جيجا بايت. واحد ديل وواحد توشيبا. واحد اتش بي وواحد سوني. بفرقوا عن بعض? نعم. بفرقوا اعطوني اعراءكم. طيب انت تقول افضل. افضل. طيب. توشيبا وصوني افضل. وبعدها بنسبة لي توشيبا. توشيبا. وبعدها الدل. بالاخير. هاي اعراء شخصية تتبع للشركات. انا عكس. توشيب. لا واحد حيي اللي اتش بي. واحد حيي اللي توشيبا. واحد حيي اللي. انا مكان ياباني. توشيبا افضل. توشيبا اشتغلت فيه في 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 تري دي ماكس والاوتو كات والشغل بتاع الرندرينج بياخد وقت مني. اما الدل لقيت يعني بيختصر لهم كين ساعة او ساعتين. صح. ونفس المواصفات نفس الكولات اللي هي نفس الكولات اللي هي نفس الكولات. تماما الفرق اخي معاذ. الفرق بصراحة انه كل شركة بتركز على جانب معين. يعني شركة بتركز على الشكل الخارجي. شركة بتركز على التوافقية ما بين القطع. شركة بتركز على المالتي ميديا. على الكاميرا. على الصوت. على الصورة. ضقة الشاشة. شركة بتركز على عمر البطارية. شركة بتركز على البرفورمانس. فهذا الشي انا كيف فيني اعرفه. فيني اتصفح واسأل الحاج جوجل. بعمل بين اكثر من جهاز. بعمل بنشمارك. شو يعني بنشمارك؟ شو يعني بنشمارك؟ هذا مصطلح مشهور في الاي تي. البنشمارك هو عبارة عن مسابقة. البنشمارك عبارة عن مسابقة. يعني انا بدي قيم هذا الحاسب. فبحطه على اختبار عالي ومجهد. واخر شي بحصل على رقم اداء. هذا الرقم تقارنه بكمبيوتر اخر. فعلى برامج البنشمارك الشهيرة عالميا بيقلك لابتوب الفلاني اللي رقم موديله فلاني. السكور تبعه عدد النقاط تبعه على بنشمارك كذا. هذا البنشمارك يحدد متوسط ما بين عدة عوامد. على سبيل المثال في بوقع. لحو رجيكم يا. اسمه يوزر بنشمارك. آآ يمكن ندخل ونشوف الآن ترتيبه. حندخل ونشوف ترتيبه وحنقيم هذا الكمبيوتر اللي بين ايدينا. هذا الموقع اسمه يوزر بنشمارك. واضح للكل? يوزر بنشمارك. هذا الموقع رهيب جدا. يعني كتير يفيدكم بحياتكم. ببساطة ما في داعة تنصب برامج لتعمل بنشمارك. تفتح موقع. وبتضغط زر. فقط. كنا نتكلم عن الاهداف والافكار قبل. عين. هذه فكرة تربيحك من غير تطوع. فيك تربيحك ملايير بدلائف. شو يوزر بنشمارك. انت مثلا توريد حاسوب. الاخر يوريد حاسوب. الاخر يوريد حاسوب. تعمل بنشمارك يجب انتطلق احلى حاسوب. يعني شو اللي طاحه. يعني هو زي اللي تعدى. اشتو الفكرة مثلا. اشتاد بفرض انت دخلت. الى متجر. عارض عدة حواسيب. وعليها انترنيت. فكرة خطيرة. فكرة خطيرة. شلون تقدر تعرف افضل حاسب بيناتو? اها. تفوت على هذا الموقع. ببساطة. بس تفوت على هذا الموقع. بتنزل بتقول له. اول شي بيعطيك مباشرة مواصفات الجهاز. انا لحقل له انا مسلا بدي قيم جهازي. الله خطير. شوفوا عبارة عم مليونين ومية وستعمل تقييم. فري دونلود يعطوك. يعطوك حاجة تحملها وتقارن بها. كيفية الاستخدام. احناعمل تجوية الاستخدام. بس الانترنت ما كتير عم تساعدنا. سواني عم تصغرق شوية وقت. هذا الحاسب هل بدي استخدمه انا كديسكتوب? هل بدي استخدمه هل بدي استخدمه ديسكتوب? ركزوا معنا شباب. ام هل بدي استخدمه ام هل بدي استخدمه محطة عمل? داتا او سيرفر او فايل سيرفر او برينتر سيرفر او للموظفين. في شركة. شو بدي استغل عليه لهذا الحاسب? قل له هذا الحاسب بدي اشتغل عليه ديسكتوب عادي. يعني ديسكتوب يعني عم. فبالنسبه للديسكتوب قل لي هذا الحاسب تبعك. بيعطيني ارقام. بيقل لي الجرافيك كارد عندك اسمه انتل اتش دي خمسمية وتلاتين. تقييمه خمسطعش في المية فقط. لانه مدمج. اي واحد انا اخترته. انا ما هذا الحاسب اللي انا فتحت عليه هلأ حاليا هذا الموقع. بدي اشتغل عليه غيم ولا ديسكتوب ولا تضغط له. اللو قيم لي كدسكتوب. قيم لي كورد ستيش. تسميه الخاسب هو الحاجة. هنرجع لورا خطوة. هنرجع لورا خطوة. هنرجع لورا خطوة. هنرجع لورا خطوة. اه جهاز اللي بدي اشتغال عليه الآن. تماما هذا الجهاز اللي انا عبشتغل عليه. هذا الحاسب معالجه اي سيفين. وكرس شاشته مدمج. راماته ستة جيجا. وانا مبدله له الهارد ديسكتوبه حاطط له هارد اس اس دي. مشان الاداء. لح نشوف هذا الشي شو لحي اسه. لح قال له انا هذا الكمبيوتر كدسكتوب. قيم ليه. كونه دسكتوب. شو رأيك فيه? فقط ضغط على الديسكتوب. نعم. فقط ذكرت معلومة. نعم. الهارد از از دي. نعم. اي مثلا انا هاد الكمبيوتر يمكن اعطيه هارد من برة ويسرع لي العمل. لا مو هارد من برة. اه. الهارد نفسه الداخلي. داخل داخل. ايوا. بقلي بالكمبيوتر على الوجه الخلفي بلاقي فيه رسمة محطوط مكانة ارنت الهارد. بفك الهارد بسحب بياناتي بعمل لها باك اوب. وبقيم هادا الهارد وبركب هارد اس اس دي. الفرق بين الهارد العادي والهارد اس اس دي بتتذكره. ايوا. لا. هادا فيه ابرا وكادا ولكن اس اس دي مثلا فيه شرائح مثل رامات. تماما. واحد ميكانيكي واحد الكتروني. يعني انت انا بدلته داخليا مو خارجيا. لا لا داخليا داخليا. ما في خارجيا? يعني صار صار الويندوز. لا فيه هارد ديسك خارجي. فيه هارد ديسك خارجي اس اس دي طبعا. لكن انا بهلني الويندوز والاداء والبرامج والتعامل مع الكمبيوتر والانترنت يكون سريع يكون بسرعة الضوء والالكترون. ما يكون ميكانيكي دائما يروح رأس القراءة والكتابة يبحث عن المعلومات. ما ليش ايضا فرق يا سيد واسف. واحد ميكانيكي والاخر الكتروني. هو الميكانيكي. هو الكتروني. يعمل بمبدأ الرام. هلأ هذا التقييم. قال لي انت عندك كرت الشاشة بما انه كرت شاشة مدمج. كرت شاشة هذا الجهاز مدمج. وهذا الشيء بيجعل اداءه منخفض. فقال لي هذا تقييمه خمسة عشر في المية. ضعيف جدا. وهذا اي سيفن. هذا دعيف في اي ناحية اللعبة. اللي بالنسبة للمعالج معالجة مية وسبطعش في المية. معناته جيد. ماشا الله. هذا الكمبيوتر معالجه وجيد. هي اول ملاحظة اخذناها. كم معالجه? معالجه كور اي سيفن. مية وسبطعش في المية. وكرت الشاشة مدمج. قال لي هذا تقييمه خمسة عشر في المية. يعني مو جيد. يعني مو جيد كرت الشاشة. يعني هذا الالعاب مو مو جيد. للرندر مو جيد. للجرافيك مو جيد. اه. بنزل لتحت شوي. قال لي عندك هارد ديسك سامسونج اس اس دي حجمه كذا كذا. اداءه ميتين واربعة وتسعين في المية. معناته الهارد ديسك ممتاز. معناته العمليات النسخ والقراءة والكتابة ممتاز. انا لو فتت على متجر وشفت هذا الكمبيوتر ونزبطت هذا الموقع. وكبس هاي الضغطة. وهذا الكمبيوتر بدي يستخدمه للنسخ دائما واللصق وملفات واخذوا اعطاء الملفات. هذا بينفعني. بنزل على الميموري. الميموري قال لي عندك رامات كذا كذا. اتنين ضرب اثماني جيجا. مية وخمسة وعشرين في المية. هو من كم بيحلين تقييم المية? من مية. يعني اذا مية بالمية جيد. محقق المطلوب. اكتر معناته جبار. اقل تعبان. حلو. تمام? وهي بالنسبة للسيستم وتقييم الاداء بالنسبة للزمن. فانت هذا الكمبيوتر لو شفته فيه متجر هاد. وبدك تشتغل عليه غرافيك. قل لك لا تاخده. لا طبعا. لكن اذا بدك تحطه بالبيت وتوصل عليه كرت شبكة وتصير كل الاهلك والعائلة او في العمل ينسخوا عليه ملفات شير يشتغل معك. يشتغل بشكل رائع. يشتغل بشكل رائع. اذا بدك تشتغل عليه عمليات وتحويل. ما ينفعل الالعاب ولا الجرافيك. ما ينفعل الالعاب والي غرافيك. تمام? فانت فانت اذا هدفك العاب وغرافيك تروح بتدور على الكمبيوتر تاني كرت شاشته مستقل. تماما. هذا الموقع حفظنا. هذا الموقع ان شاء الله يصيركم كثير. تضر اخي اخياتك. ممكن نكتب الى اي لفضلاتنا الذي انا اريد وانظر نفس الشيء. نعم. نعم. هذا الوقع ضخم جدا. يعني بتقول له انا بدي اعمل بقييم لله. توب اللي اسمه كذا وموديله كذا. تكتب انت بنفسك. نعم تكتب انت بنفسك. صح. وموجود اشباه ومثائل كثر. يعني انا بعطيكم مثال واحد. يعني دائما اسأل جوجل. دائما اسأل جوجل. دائما اسأل جوجل. هاو تو. وات يو نو. هاو تو سولف. دائما اسأل هاي المصطلح واسألوا اللي بتذكر. دائما تلاقي جواب. بالانجليزي طبعا. بالانجليزي. للأسر هيك مواقع عربية ما في كتير. اه منتدى ستار تاينز. ظل في المشكلة العربية. عاجي عاجي. بس راح يموت منتدى هاي. نجعل المواصفات على السريح نحكيه. المواصفات اللي واجب مراعاتها عند شراء اي حاسب. اول شيء. السي بيو. السي بيو بيهمني فيه امرين. اول شيء موديلو. على سبيل المثال. اي ثري. اي فايف. اي سيفين. ماهو. حاليا هدول اعلى شيء. هاد الو اجيال. وهاد الو اجيال. وهاد الو اجيال. بتلاقي اي سيفين. حقه مسلا مية وعشرين دولار. وبتلاقي اي سيفين. حقه مسلا تمامية وسبعين دولار. شو الفرق بين هاد وهاد. هاد جيل واحد داخل جيل ثالث. جيل سابع مسلا. او جيل سادس. نزل الجيل السابع حاليا من كم يوم. الفرق شاسع جدا بالاداء. يعني لا يكفي انه حدا بدو يبيعك لاب توب مستعمل اليك. هذا معنجه اي سيفين. طيب بركي جيل اول او تاني. معتا الجيل مسلا الاي سري جيل الخامس احسن منه. تمام? لانه ظهر بعضه خمس سنوات مسلا او سبع سنوات. صافي تقنيات اعلى بكتير. بيقدر يعالج بيانات اكتر بكتير. فاول مصطلح بطلع عليه. اسم المعالج والكاش. معلش. دقيقة بس. الكاش. الكاش اللي هو اي ثري اي. لا الكاش اللي هي الذاكرة ليبل وان ليبل تو ليبل ثري. بيقلك هذا المعالج ذاكرته الصغرى مسلا اتنين والكبرى اثماني. الكاش اللي حكينا عنها في بداية الجلسة. اولا كاش اللي. الرام. منظر للحجم? وللجيل? شو يعني جيل? الرامات. تمام دي دي ار وان. يا فرنسي انت. فرنسي. حراب الله ازاي خير. دي دي ار واحد. دي دي ار اتوان. دي دي ار تلاتة. دي دي ار اربعة. حاليا صاروا بالدي دي ار فور. شو يعني دي دي ار? التردد الفريكونسي الخاص بهذه الرامة. يعني الرامة صح تسع مسلا اربعة جيجا او اثماني جيجا. لكن الرامة الاخرى ترددها اعلى بكتير. بالتردد الاعلى بكتير بتنجز بيانات اكتر من اللي اضعف منها. نعم. تقدر تخزن بيانات وتعالجها بسرعة اكبر منها. انا بالرام بهمني امرين. قديش ابتساع? وقديش تقدر تمرق. خلال مسلا عشر الثانية او عشرين الثانية. حكينا عن المعالج. حكينا عن الرام. منظر للهارد ديسك. منظر للمساحة. والتقنية. المساحة واحد تيرا خمسمائة جيجا اتنين تيرا. التقنية مثلا اس اس دي او اتش دي دي. اللي هو الهارد الميكانيكي والهارد الاس اس دي اللي تكلمنا عنه قبل شوي. على سبيل المثال هارد الاس اس بينما هارد الاتش دي دي. اللي اتنين تيرا باي. حقه تسعين دولار. لاحظين الفرق? اختلاف اختلاف سرعة الادخال. سرعة الادخال والكتابة والقراءة. هون بتحصل على اداء هون بتحصل على حجم. اذا بهمك الحجم اكثر من الاداء بتاخد حجم. هي مكتوب دائما يكتب عليها. المعلومة تلقاها هذي في الهارد. مكتوب هذا الهارد مسلا هاد ليس اس اس دي. هذا هارد ميكانيكي. هذا الهارد الثاني اللي اشتغلنا عليه ميكانيكي. ماذا الميكانيكي تختلف من نسبة في ميكانيكي? طبعا تختلف. يعني هاردين نفس الحجم نفس المساحة واحد اس اس دي واحد عادي. يعني اتذكر انه في ارقام وكان دائما واحد يعني يقول لي اخذ هذا ما تاخذ هذا ويعطيني الرقم. بس مان يفاهم العملية. اذا كان الهارد اتش دي دي فهو ميكانيكي. ماذا معنا? هارد ديسك درايف. 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 أنا بدي خزن بيانات قديمة جداً ما بيهمني حطوا سرعة بس بدي أرشفها بعلاقة بالـ HD ولا؟ لا 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 تكلمتَ HD مختلف تماماً SDD SDD أقوى من الـ HD هو أسرع وليس موضوع أقوى اسرع HDD أسرع مني واحد كان يفعامني بتنبيه الـ SD الباب عنده مفتوح كبير الـ SSD بيروحنا عند المعلومة بيقراءها بيوجع بيكتبها بسرعة الضوء اما الميكانيكي اما الميكانيكي بيروح بيدور عليها ميكانيكيان وبيقراها وبيرجع بيكتبها وبيجي لعلم مطيئة يعني نعم الله مصلاح ازنا محمد ساتا كذا درايف ساتا سلوتو درايف على ما اظن ساتا سلوتو درايف ايش المقصود بالتقنية التقنية يعني الجيل اللي ظهرت فيه يعني كليا ما عد فيه محركات قديمة مثلا تعمل بالبخار والفحم صارت في البنزين هاي مبدأ التقنية هاي التقنية اللي صار عليها مبني هذا الهرد اليوم ما تكلمنا عن الشبكات والانترنت رح نحكي بس كلمتين بسيطات عن موضوع الحماية وهي النقاط ان شاء الله بكرا رح نتكلم عنا نوعية المخاطر المخاطر اللي ممكن نتواجهنا برامج التجسس في مصطلح اسمه برامج تجسس برامج بترعبك شو عم تشتغل على الكمبيوتر اولا باول بكل تحركاتك في شي اسمه الكيلوغر الكيلوغر هي عبارة عن هاردوير او صوفتوير بينزل على الكمبيوتر وبرائب كل شي عم تكتبه على الكيبورد لا تماما شو؟ الكيلوغر هذا تجسسية حاليا هاي تجسسية الشعب قاعد تتفرج على كمبيوترك وجهازك وانت ما داري معلومة اخيرة في ويندوز عشرة مسلا لما توقع اتفاقية الحماية في ويندوز عشرة انت وتقول له موافر خدنا نرجع لها نرجع لها نحن نرجع لهم هدول المواضيع اكتر شي بدي نحكي عمنا بس هلا نظرة سريعة بكرا ان شاء الله لحيكون شبكات الحماية اقل من خمس دقائق طيب طيب نظرة اخيرة هذا الجهاز شو؟ الفيجيا لا مش الفيجيا واصلة 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 هاي الكيلوغر اللي عم نحكي عنه هاي عبارة عن جهاز بيتركب بالحاسب بهذا الشكل برائب الكيبورد كل شي عم يكتبوه بيخزنن وبيجي واحد بيفكوهن بيعرف كل باسورداتا كل ايميلاتا وكل مراسلاتا وكل شي عملتو على الحاسب الشيش بس ها وهي الشكل اليو اس بي منها يشك في جهازه واحد فانت بس تشوف ورا جهازك هاي قطعة بالشركة او في البيت تعرف انه في مين عم يتجسس عليك وفي صوفت وير وفي صوفت وير بدون هاردوير تماما متما تكلم فالموضوع اخطر مما نتصور طيب كيف عرف السيد يوسف انه انا جهازي محكر او اول شي ما تسمح لحده مو موسوق يدخل على الجهاز رقم اثنين بستعين بصوفت وير يرائب سلوك البرامجيات على جهازك لحنا نتدرب على تنزيل ويندوز وتنزيل انتي فيروس ونعرف كيف احمي البورتات كيف رائبة التشغيل كيف رائبة الويندوز تماما ان شاء الله تعالى بخري لحنا نتكلم عن مواضيع النتورك لماذا تكون مهمة لا اعلم ما انا نخطيب الان الكلام اللي اخدناه في المحانة ويقوله احنا بنلخص على حسب فهمنا وعلى حسب الحياة اللي انتا بتقول تماما يعني ما في بوينت بس وعندها بنتفرغ من حولينا احنا بنكتب يعني لا شيء بتحبوا انا اعطيكم شيء لدروس لا انت على طيب بس انا بفضل متل ما ما رحلت لكم ما هنا مشكلة نحنا هنلخص نعم بس يعني نبغني اتفع عزين مرجعية في مرجع المرجع عشان لو جاء الاختبار نسلم الله يكلم الله يكلم الله يكلم هدا عنده السؤال هدا عنده استفساد شكور الله يعطيكم العافية يا رب شكرا جزيلا منكم ��고 اسلام عليكم لحظة الله الله استخدنا كزير يا استذوي الله يعطيكم بالعافي يا رب كيفتي ايه ب promising اللحن نتكلم عن حماية الجوال ونحن نتكلم عن ins mega السمين اللحن نتكلم عن حماية الجوال ونحن نتلم على الأعطال الأساسية اللي بتصيفه وكيف بيحمي نفسي